بمسك تليفون ابني ابني اللي في سنوية عامة لقيت صور للمدرسة بتاعته طبعا اتصدمت وصوتت وصرخت ما كنتش تخيل ان ابني اللي لسه كان من يومين عيل صغير قد كده بيصور مدرسته من غير ما تاخد بالها من فترة جي قال لي يا ماما انا بحب المدرسة بتاعتي قلت له انت تجننت صوتت في وشه قلت له انت شكلك اتهبلت قال لي ليه يا ماما ايه المشكلة لما احب المدرسة بتاعتي هو انت فاكرها كبيرة دي مش قدك قلت له حتى لو مش قدي ازاي بتحبها قال لي هو الحب بيدينا مش بمزاجي وهي بتتكلم بقصيلها وهي بتدحك ببقى مبسوط ده انا بحب حصتها والمدر بتاعتها جدا بحبها بجد فانا سألت وقلت له بتحبها ازاي يعني عشان يعني بتشرح كويس قال لي لا يا ماما بحبها نفسي ان انا لو كبرت شوية روح اخطوبها بحبها قوي بشوفها ست جميلة جدا طولها حلو جسمها حلو ما فيهاش غلطة قلت له انهارك اسود ازاي بتتكلم بالطريقة دي طبعا هو ده اللي انت فالحلي فيه ما انت لو مركزهم وذكرتك بدل الكلام الفاضي ما كانش ده بقى حالك كنت فاكرا اني لما زعق وصده خلاص الموضوع هينتهي ما كنتش عارف ان ابني هيصور المدرسة من غير ما تاخد بالها مصورها في كل حالتها وهي قيمة وهي وقفة وهي مدية ظهرها وهي بتوطي تجيب حجم الأرض مصورها في كل الحالات طبعا كنت مسكى موبايله وكنت عايزة اطلب اختي مش قصدي ابدا ان افتش وراءه لقيته باعت السور اللي زميله وبيقوله بحبها وهتجنن عليها ده انا بقيت احب المدرسة بس عشان اروح اشوفها اتجننته والدم غلي في عروي ابني شكله تجنن في عقله واستنيت ابو لما جال بالليل قلت له لحقني ابنك في كرسة قال لي شفتيه بيشرب سجاير قلت له سجاير ايه ابنك بيحب المدرسة بتاعته وبيصورها من غير ما تدرأ ابنك الجنن خلاص وعلى فكرة من فترة بسيطة لسه معترف لي انه بيحبها حتى سألت قلت له بتحبها ازاي قال لي بحبها يعني نفسه خطوبها يعني شايفها ست ملها ازاي لقيت جوزي بيضحك وبيقول لي بطلي هبل ده كلام عيال صغيرة قلت له انا كنت فاكرة زيك لحد ما لقيته مصورها وباعتها لزميله بيقوله المدرسة تجنن وانا بقيت احب المدرسة بس عشان اشوفها لقيت جوزي بيقول لي كويس اهو يحب المدرسة اهو يتعلق بالمدرسة بدل ما هو عاي الفاشل قلت له مين قالك ده مش مركز في اي حاجة خالص ده بيروح عشان يشوفها وبس قعدت انا احرر جوزي وسخنه على الواد قلت له لازم يكون ليك وقفة هو انت مش ابوه ولا ايه وابو قام كان الواد في عز النوم قام وقال له صحالي وتعلالي ايه اللي انت ايه اللي سمعته ده وازاي بتحب المدرسة بتاعتك وازاي بتصورها وهي مش واخدة بالها انت عارف لو هي عارفت انت ممكن يحصل لك ايه ولقيت جوزي بعزمي ما فيه نزل عليه بحتة قلم على وشه بني وبينكم قلبي وجعني على الواد ماهو مهما كان ضماية وابني قلت له خلاص مش هيعمل كده تاني وكنت فاكرة ان انا بكده ان الموضوع خلص وانتهى ما كنتش عارف ان الموضوع زاد عند ابني اكتر وعاند اكتر واكتر هو ما اكتفاش انه قال لي بس وانه بيصورها ده راحة طرف لها كتب لها وقال لها انا عايزك في موضوع مهم جدا بعد ما الحصة تخلص كتب لها وراءها طبعا هي بكل سزاجة افتكرت انه عايز درسه خصوصي ولا حاجة قال لها انا بحبك طبعا الستة بلمت ووشها جاب ميت لون وقالت له انت تجننت يا ابني انه انت ايه اللي انت بتقوله ده قال لها غصب عني انا بحبك وبقالي كتير قوي كده انا بجد متعلق بيكي وما كانتش يعرف ان المدرسة مخطوبة المدرسة ردت وقالت له انت تجننت فعلا انت قد اخوي الصغير انا مخطوبة وما يصحش انك تقول كده هعطي الموقف وعتبر ان ما سمعتش حاجة لكن ابني عديم التربية قال لها يعني اتعطي الموقف واكنك ما سمعتش حاجة هو انت فاكراني عائل صغير ولا ايه بقولك انا بحبك والكلمة بقي يقولها من غير ما يراعي انه في المدرسة وممكن حد يسمع المدرسة من كترة ما استفزها زقته وقالت له ابعد عني ومشوفكش بتحضلي حصة تاني طبعا الكلام ده ما وصلناش ولا عرفت عنه حاجة لحد ما هو اتفرس وضغاز خاصة ان صاحبه اللي كان بعث له السور كان واقف من رائب الموقف هو قاعد يضحك ويضتري علي فقرر البيه انه يرقبها وهي خارجة ومروحة بتها وفعلا عملوا كده اللي اتنين رقبوها وعارفوا بتها ومكتفوش بكده ده خطبها في مرة وهو رايح لها واللي اتنين خارجين مع بعض ابني الشاملون وقفوه وتخانق معاه وقال له على فكرة انا بحبها وما ينفعش ان انت تكون معاها اصلا طبعا الراجل يتغصب ويتنرفز وماستحملش ضربوا وراحبني يمسك فيه وبقت خناء والناس تلمت لكن خطبها صمم انه يروح يعمل له محضر وقال ان الموضوع ما ينفعش يعدي كده حتى هي قالت له الموضوع ده مش اول مرة يتفتح ده وقفني وقال لي كذا 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 ولقيت الاتنين راحوا عملونه محضر ولقيتهم بيكلمونا في المدرسة وبيقولوا ان لازم تيجوا الامر هام رحت انا وابوه على مالة والشنة ابني اللي في قولة سنة ويطلع منه كل ده عرفت ان ابني معموله محضر ومحضر قوي جدا وكمان الكاميرات في الشارع صورته هو بيهتدي عليهم من اتنين وصورته هو بيمدي ايده على الراجل ودلوقتي هم مصممين انهم يحبسوا الولاد وبيقولوا انه هو مش متربي وان احنا معرفناش نربيه وده جزاء اللي هو عمله اتزللت للمدرسة وقابوه تزلل لها وقلنا له اللي انتو عايزينه ده عيل طائش وكل القصة انه مراهق ومش فاهم هو بيعمل ايه لكن هم مصممين وانا مش عارفة اعمل ايه ابني مستقبله هيضيئة مصممين انهم يحبسون والمحامب يقعدني للأسف فيه كاميرا جايبة وهو اللي بيعتدي عليهم للأسف ابنك فعلا هيبقى لي عقاب بس انا خايفة على ابني جدا ومش عارفة اتصرف عشان كده بعت اقولك وليلي اتصرف ازاي ويمكن يمكن المدرسة لو سيما عايزك قلبها يرق وتتنازل عشان ما تضيعش مستقبله ابني طايش اه ابني فعلا بيتصرف تصرفات عمري ما كانت كنت تتخيل انها تطلع من عيل في سنه لكن اعمل ايه في جيل الايام دي كنت فاكرة ان يوم يحب يحب بنت زميلته على فاكرة هو في مدرسة مشتركة مش في مدرسة ولاد بس يعني معا بنات في سنه لكن هو دونا عن كل البنات اللي في الكوكب حب مدرسته اللي مخطوبة وراح ضرب خطبها وشايف ان خطبها هو غريمه اللي بياخد منه حبيبته ابني مستقبله بيضيع وانا مش عارف اتصرف ازاي بتسأل وبتقول يا ترى نغلطت في الاول لما صديته وهاجمته يا ترى كان لازم احتوي واخده كده وسيسه ولا الطبيعي ان انا كنت اعمل كده بتسأل برضو وبتقول يا ترى نغلطت لما قلت لابوه وابوه مسكه ضربه ولا كان ده اللي لازم يحصل ولو ما كانش حصل يا ترى كان ممكن يعمل ايه اكتر من كده وليلي اعمل ايه واتصرف ازاي دي المشكلة اللي جات لي طبعا كلنا بنعاني من ولادنا في سن المراقع مين فينا ما بيعانيش من السن الصعب الخطر ده يمكن انا موصلتلوش لسه مع بنتي لكن انا متأكدة ان كلنا بنعاني بالاستثناء اكيد ولاد وبنات سن صعب جدا الولاد فيه متأثرين بكل وسائل التواصل الاجتماعي اللي حواليهم متأثرين باصحابهم متأثرين بالبيئة الخارجية واحنا بنبقى بالنسبالهم اعداءهم مش حاجة تاني احنا الاب والام ما هم الا اعداء هتقولوا شمال هيختاروا اليمين هتقولوا اليمين هيختاروا الشمال دي المشكلة طيب سؤالك انا غلطانة ان انا هاجمت ولا لا طبعا انا عارفة ان الموضوع كان صعب بالنسبالك وكان ان الكلام بالنسبالي غريب لكن كنت اتمنى انك تحتويه اكتر خاصة ان هو كان بيقولك بصراحة لان الموضوع للأسف قلب ما عند يعني حتى لو دي مشاعره هي طبعا مشاعر مش حقيقية هي مشاعر هو اللي مخترحها وعايشها وعايز يعيش الحالة لكن كنت اتمنى ان انت تسايسيه تصحبيه تفاهميه بالراحة لان الموضوع قلب عند اول ما ابوه ضربه بالقلب يمكن رد فعلك انت كان رد فعلا بسيط لكن لما ابوه صحام النوم وعنفه وضربه بالقلم الموضوع كبر في دماغه اكتر حب اللعبة قالك هم بيدربوني طب ماشي هو بمزاجي هو الحب بارادتنا ولاد الايام دي بالذات عايشين كده في وسط مصطلحات غريبة يقولك هو الحب بادينا هو قلوبنا احنا متحكمين فيها بيحبوا يعيشوا الدور قوي وده طبعا البوستات الفيسبوك ومن القصص اللي بيسمعوها ويدخلوا على اليوتيوب والى اخره انا بسمع حاجات كتيرة جدا في برنامجي برنامج حكايات وحضراتكوا قادرة طبعا وبقالنا عشرة مع بعض كبيرة بسمع حاجات بجدد شايب اطفال عندهم 15 سنة ولازم اقول اطفال لان هم قدام القانون اطفال ولسه تحت السن وبيعملوا عمايل ما تتخيلوهاش بنت تقولي انا حبيت وغلطت مع اللي بحبه وولد يقولي انا بحب واحدة فجبتها تذكر معايا فعملنا علاقة مع بعض وحضراتكم اكيد بتسمعوا ابني غلط اه اكيد ابني غلط ولكن طبعا المدرسة لازم يكون فقلبها رأفة فقلبها رحمة الموقف اللي عمله غلطه مايصحش لكن هنفرد ان اخوها اللي عمل كده هنفرد ان بعد كده ربنا لزقها بولد عمل كده مهم قوي ان الموضوع يتحل ودي عشان الولد مستقبله مايضيعش عشان لو هو حتى قعد يومين 3 في الاسم فانا هنا طبعا بنشدها ويا رب تكون سمعاني او انتي سمعيها الحلقة قولي لها اني لازم المعلم لازم يكون لي دور المعلم لازم يعلم لازم يعفو لازم يسامح فارجوك يسامحي وده مش ضعف منك ابدا ولا ضعف من خطيبك قد فكرة ان الولد مستقبله مايضيعش يمكن اللي حصل ربا دراته النافعة عشان الولد يتعلم وقرسة ودني ليه خاصة لما اتاخد ويبقاله يومين دلوقتي متبهدل والام بتقول الولد بيبكي بالدموع ما كانش متخيل ان الموضوع هيوصل للإسم وانه هيباد في التخشيه بقى فده درسي قوي جدا عارف ان اللي بيغلط بيتعاقد لكن لازم تتنزل ايه عشان مستقبل الولد مايضيعش ولازم انتي وابوه كمان تحتوه اكتر من كده وتصحبه اكتر من كده ارجوكم بلاش مد الايد مد الايد ما بيجيبش غير نتيجة عكسية لان الاطفال او ولادنا بيعنده خاصة في عاصر الانترنت الرقابة مطلوبة جدا القرب من ربنا اهم حاجة قربوا ولادكم من ربنا دايما تكونوا مراقبين لتصرفاتهم موبايلاتهم ارجوكم الموبايلات سبب الكارثة سبب الكارثة الحقيقية الموبايلات واشغلوا وقت ولادكم بحاجة مفيدة فانت محتاجة تشغلي وقت ابنك برياضة مفيدة بحاجة لها لازمة عشان ما يضيعش وقت فراغه في كلام فاضي اشتركوا في القناة